أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً في لقاء جديد من برنامجكم جاب العيد لا سمح الله صار خلاف بين الأم والأب أنت مع مين؟ أزورهم كلهم متساوين بر الوالدة لا لا خلاف بينهم خلاف بينهم؟ مشكلة بين الأم والأب أنت تقف بأي صف؟ لا تدخل تخرج خارج الموضوع؟ أخرج خارج موضوع لا لي علاقة فيهم هذا شيء تخصهم أنا لا أريد علاقة لا تحاول تصلع بينهم؟ لا يعني دخل آه يا رجل طيب إنت لو كان يتعلق فيك؟ أي ممكن أتدخل كيف تتدخل؟ تساعد أمك أو تساعد أبوك؟ لا على حسب هما كيف يعني غاية من اللي رأيهم إيجابي لك حسب اللي يخدمك أنا؟ إيه يعني نتحس أنه معك طيب؟ بس كمان يعني على حسب يعني على عندي تالي آه لا أنت كلامك صحيح مئة بالمئة بس إذا هم تكلموا عليك كل شيء لازم يصير شيء مثلا إذا تكلموا عليك أنك أنت سويت خطأ أو سويت شيء لازم تصير متوافق معهم خلاب بين الأم والأب على نظام معين؟ إيه أنا ليه ثواب أني أصدع بينهم أمي مثلا أبوي خلاص سووا شيء بعد ما أصدروا تخانقوا بس طيب دقيقي بس خليك كم الكلام طيب أعطيكم 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 كم تلك أمي فأمك مثلا أبوكم اثنين تكلموا عن الكلام لا يليق مثلا ب بالعائلة نحن ترى نتكلم من ناحية تربية أنه هم الأم والأب يختلفوا على التربية على تربيتك؟ لا هم قالوا شيء قالوا شيء لو في خطأ لو بين أمي ما تدخل لا منتدخل أنت رأي أنك تدخل وتصلع بينهم بس بس بقول شيء لا تدخل بينهم مصلح وبذلك بنا قولها وروح لأمي يقولها تعرفي أمي أن أبوي قال يقول أنه يعني يقول لأمي كلها يمدحك أمدحها أكذب عليها بشيء حسن هلوح لأبوي أكذب عليها بشيء حسن أقول لأمي يقال زيكرة من ناحية التربية هذا من الدقيقة الذي وفق عليه من ناحية التربية لأنا لا أدخل حسن دقيقة أرجع أن ننسى المان بعد كلام تضرب أولا أصبر الله تدخل دعني أنا أتكلم أولا نقطة الأولى الكذب حرام بشيء حسن ولا مو بشيء حسن الكذب نحن متفقين علي إنا حرام خلاص وإذا كان مشاكل بين هذه شيء خصوصيات إذا كان خصوصيات ما لك دخل أو مالك شأن فيهم إذا كان خصوصيات أنا حكيم إذا نتكلم عن خصوصيات إحنا ما نتكلم عن العامة إذا تكلموا عليك ولا على عامة تقدر تقول تصلح بينهم أما تقول أكذب عليهم شيء حسن هذا ما عندي لا 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 فضل هذا يعطب عندي تعليق فضل حديث رسول صلى الله عليه وسلم ما نتكلم عنهم الكذب يجوز في ثلاث حالات منها على صلاح صلاح بين الناس حديث أي في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه نحن لا نعلم في نفس الحديث لكن ورد فيه في حالة الحرب في حالة الحرب يجوز طبعا ما نعرف نفس الحديث فضل يا فراس بس أنا أقول أول شيء ممكن الحين لو تخانق الأب والأم نتدخل بس لنا حد ما نتجاوز على هذا الحد يعني مثلا أول مرة ثاني مرة طيب خلاص ثالثا لازم نتدخل كبر الموضوع بس ما يعني لو ممكن تكون الأمور خصوصية فما لازم نتدخل طيب كيف تدخلك يعني هل تدخلك أنت تكون مع أمك أو مع أبوك عادة مين الضعيف بالبيت أكثر؟ الأب تقريبا إيه هذا الشيء الأم يعني أنت تكون مع الأب لا أكون أيام مع الأم لو مع الحق من الحق بالضبط طيب بس ثاني شيء بس تقول طيب بس بقول شيء بسك ثاني شيء لا تبضل ممكن بالكذب زي ما قال هو لا يجوز بس أنا أيش أقول هو ممكن عادة يعني زي ما قال أنه قصو صلى الله عليه وسلم لا مستملا في حالات معينة ايو بس هو كمان كنام صحيح يعني ممكن لو كذبنا على الأم أو الأب ممكن كذبنا مثلا على الأم لو كشفت الأم الكذبة اللي نحن كذبناها عليها يقول أبوك اللي يجيبك فتصير المشكلة زيادة طيب أنت عبد الحكيم طبعا يمكن عبد الحكيم غايبة عنه المعلومة هذه اللي قضية أنه ممكن أنت في حسبيل الإصلاح بين شخصين لا سمح الله يمكن أنت تكذب لكن نص الحديث ما هو كذب فضل بس أيضا المفروض هو ما يفتي ويقول أنه الكذب ما يجوز يعني لا هو أخذ عموم أخذ العموم أنا ما كنت أدري يعني لازم أدري أيوة ما هو عالم يعني قصته أنا وفقت في قضية فراسة شيء واحد أنه إذا كان خصوصيا مثلا كيف أقول أنه مفروض مصلح بين الأبن واللابن لا أبن أستفى الله كيف نصلح بين الزوجة والزوج أو بين الأب والأم إذا كان شيء مثلا أنا أشوف أنه في بعض مخالفات بين أمي وأبوي من وراي بس إذا كانت الشيء عمامي أشوفه بعيوني يعني ويتكلمون قدامي لازم يعني يعني أفطول طيب وطبعا ما أتجاوز الحدود يا أمي يا أمي كذا كذا طيب بالحسن الآن طيب الأب والأم قلنا أصدروا نظام في البيت نعم نتمنى يكون في كل بيت نظام معروف إذا كسر الصحن كذا إذا كسر الطاولة إذا صرخ طيب أنت كم مرة صرخت في وجه الوالدة يعني ما أقدر برو الوالدين أنت ما قدر رفع صوتك على الوالدة لا أبدا؟ ولا أخوك أكبر منك أخي أكبر منك لا لا تقدمي بس ما تبغى تكوتك هكيد عن هذه خصوصية البيت كل واحد لازل لا تقدر صوتك أنت؟ لا رفعت صوتك أو لا رفعت صوتك؟ لا لا أرفع أبدا؟ حتى لو أرفع بس ما يعني بطريقة مقدار معينة أيوة وما أتجاوزه يعني ممكن لو أبي أتجاوز ولا شي فون أركض الغرفة وسكر الباب وأعيط أخذت كف من الوالد مرة؟ كف لا لا ضربه؟ عصر؟ لا لا عصر قال شي دامني أنا أمشي بالنظام اللي قايل له أبوي وأمشي بالنظام اللي قايلته أمي مستحيل أحد يضربني ومستحيل أحد يضربني يعني ما كان لك يوم رغبة كده معينة وخالفت في هالنظام؟ لا ما طب ليه؟ وش السبب أني أخالف النظام؟ يعني فتحت الثلاجة ولعبت بالكيكة اللي موجودة حق الحفلة هذا إذا كان في كيكة ما فيها كيكة؟ لا ما في كيكة أربع لك تعليق يعني هذه نسبة قصة منك حلو هذا واحد هذا ولد جاب لأبوه آلة إذا قال الإبن لأبوه قليبه هذه الآن إذا كذبت تعطيك كف أي واحد يكذب تعطيك كف إيه جاهز قال لأب أنا ما قد كذبت جاءت الآن أعطيت أبوه كف أنا ما أعلق شي هلأ أعلق تعليق على عبد الحكيم وفراص إنه مستحيل لك ما رفع صوته مستحيل يقول لك مستحيل لك ما قبل صوته داخل معي في البيت لا يقول يعني كأكاس من يوم كنت صغير إلى الآن مستحيل يوم كنت صغير يعني أمي بتصطرني كف إلا بتعطيك أغي أغي وشو لا يوجد شيء لا جديد لا مثلا أنا صارخ أبي حليب واحد يجي يصطر لدك كف خير إن شاء الله طيب طيب فراص بأمانة بأمانة توقع إنه في أحد طفل في الحياة ما يوم خالف أمه ولا أبو حقيقة الله مستحيل ممكن الصالحين طيب طيب ما في أحد ما خطى في البيت أو ما رفع صوته حتى أنا حتى أنا أرفع صوته وأنا متأكد إنه هيري كله كل جاسين رفع صوته وما أخذ ما أخذ ما أخذ بالقزمة بالقزمة القديمة على الولايات المصرية طيب أنت رفعت صوتك لا أنا تتكلم عن نفسك يا محمد ما في أحد لا طيب لا أتتكلم عن نفسك حتى لي ما صرر أكل لازم يكون مضروب كيف أحد أصلاً أصلاً مضروب ما يتربى أصلاً وأصلاً ما في أحد ما يخطي في الكرة الأرضية نسمع فضل سلمان أنا أقول أبو أبو تركي أعطاكم فرصة أعطونا فرصة شوية وكل بري قادم خطاء أنت رحين تتكلم على الفرص ولا تتكلم على الموضوع نفسك تتكلم على الموضوع عطم اللي عندك طيب أبو كل بري قادم خطاء مستحيل أنا أقول لك مستحيل حتى يمكن أبوي ما يعني يمكن قد مرة تنتقدبوك آه على جد جدتي بدأت المشاق جدتي جدتي أشتراك يعني قصني أمي أمي الله يرحمها يقول يمكن أن أرفع صوتي عليها مستحيل يمكن أن أرفع صوتي يوم من اليوم أنت كنت موجود يوم أبوك مثلا كان كبرك أنت كنت موجود لا يتكلم عموما أنا مالش عبد الحكيم أنا بس ألعبد الحكيم أل تعتقد أن في طفل ما يخطئ يعني طفل سليم تمام من الخطأ لا مم سليم أنا مريم سليم إيه بس أنا أصراخ على الأم والأبو خير بس كلمة أصراخ إيه أما كسر إعناد صح أصراخ لا أنا ما معك بس إذا أجأني عصبية شوي نبدأ بالعنام هو قلقب شوي أنا أقول خيل رأيه خلاص 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 أنا بس تعليق واحد بسيط هو قلقب شوي أنت سألت وقلت طيب هل يصير فيه هل أنت و أخوك صر؟ خلاص يا محمد خلاص يا محمد خلاص نعم للأسئلة